السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم في الفيديو الجديد من سلسلة النشا المعدل في صناعة الفحم المضغوط في الجزء الأول تحدثنا عن مفهوم النشا المعدل ما هو وكيف يصنع وما هي أبرز مذاياه وعيوبه وبينا أنه ليس عصا سحرية بل أدى من أدوات المنتج الواعي وإن السر في جودة الفحم المضغوط لا يكمن في النشا وحده وإنما في فهم كل مراحل التصنيع من الكربنة وإلى التجفيف أما في هذا الجزء فسننتقل معا إلى خطوة أعمق سنتعرف على أنواع النشا المعدل ولماذا يوجد أكثر من نوع وكيف نحسن اختيار النوع المناسب بل وكيف يمكن نظريا مزج نوعين أو ثلاثة للحصول على توازن أفضل في الخصائص فإذا لم تشاهد الجزء الأول أنصحك أن تعود إليه بعد انتهاء هذه الحلقة حتى تكتمل عندك الصورة من البداية وإلى النهاية وقبل أن نبدأ أدعوكم للاشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس ودعم هذا المحتوى العلمي المتخصص بالإعجاب والمشاركة حتى يصل لأكبر عدد من المهتمين بصناعة الفحم المضغوط والزراع المستدام ولنبدأ على بركة الله لماذا توجد أنواع مختلفة من النشا المعدل وقبل أن ندخل في أسماء الأنواع وتفاصيلها دعونا نسأل سؤالا مهما لماذا أصلا يوجد أكثر من نوع من النشا المعدل النشا الطبيعي واحد في الأصل ولكن الصناعات التي تستخدمه ليست واحدة هناك من يستخدمه في الطعام وهناك من يحتاجه في صناعة الورق وآخرون في صناعة الأدوية أو المنسوجات أو اللواثق أو حتى في تطبيقات هندسية متقدمة كل صناعة من هذه الصناعات تحتاج إلى مجموعة مختلفة من الخصائص بعضها تحتاج لزوجة عالية عند درجات حرارة منخفضة وبعضها تحتاج ثباتا عند الحرارة العالية وبعضها يهتم أكثر بمقاومة الماء والرطوبة وأخرى تركز على سرعة الذوبان والانتشار ومن هنا ظهر مفهوم تعديل النشا ليس بنوع واحد وإنما بعشرات التركيبات كل منها مصمم ليناسب احتياجات صناعية معينة ونحن كصناع فحم مضغوط لا نحتاج أن نعرف كل شيء عن هذه الصناعات ولكن من المفيد جدا أن نفهم الأنواع الرئيسية التي يمكن أن نستخدمها في إنتاج فحم متماسك ومستقر ومقاومة الرطوبة بقدر الحاجة الأنواع الرئيسية للنشا المعدل المفيد في صناعة الفحم المضغوط في هذا الجزء من الحلقة سنركز على ثلاث أنواع رئيسية من النشا المعدل كثيرا ما يشار إليها في التطبيقات الصناعية الآمنة ويمكن أن يكون لها دور مهم في صناعة الفحم المضغوط وهي النشا المؤكسد النشا الأسيتاتي نشا الفوسفات لن نتعمق في الصيغة الكيميائية المعقدة ولكن سنحاول أن نفهم جوهر الفكرة كيف يتصرف هذا النوع من النشا وما الذي يميزه وكيف يمكن أن ينعكس ذلك على الفحم المضغوط أولا النشا المؤكسد هذا النوع من النشا يتم تعديله باستخدام مواد مؤكسدة خفيفة مثل بيروكسيد الهيدروجين أو هايبوكلورايد الصوديوم بتركيزات مدروسة في المصانع وينتج عن هذا التعديل تنخفض لزوجة النشا قليلا ويصبح أكثر نعومة في الأداء ويسهل ذوبانه في الماء وفي صناعة الفحم المضغوط يمكن أن يقدم هذا النوع من النشا مزايا مهمة مثل سهل التحضير والخلط ينتشر بسرعة بين جزئيات الفحم يعطي تماسكا جيدا دون زيادة كبيرة في اللزوجة التي قد تعيق عملية الكبس ويمكن النظر إلى النشا المؤكسد على أنه نشا عملي يساعد على تسريع العمل خصوصا في الخطوط الصغيرة والمتوسطة التي لا تمتلك أنظمة تسخين معقدة لجلتنة النشا العادي لكن من ناحية أخرى قد لا يكون هذا النوع هو الأفضل إذا كان الهدف الرئيسي هو مقاومة عالية للرطوبة لأنه في العادة يعطي تماسكا جيدا لكن ليس الأعلى من بين كل الأنواع ثانيا النشا الأسيتاتي في هذا النوع يتم إدخال مجموعة أسيتايل إلى جزئيات النشا باستخدام مركبات مثل أسيتك أنهايدرايد ولكن بنسب بسيطة ومدروسة جدا وما يميز النشا الأسيتاتي يصبح أكثر مرونة وأقل قابلية للتكتل يحتفظ بالتماسك حتى مع تعرضه للرطوبة إلى حد ما وفي صناعة الفحم المضغوط يمكن أن يساعد هذا النوع في إنتاج فحم أكثر مقاومة للرطوبة مقارنة بالنشا العادي ويفضل عند استهداف أسواق فيها درجات رطوبة مرتفعة أو عند التخزين لفترات طويلة تخيل أنك تنتج فحم يخزن في مستودعات قريبة من البحر أو في مناطق عالية الرطوبة هنا يمكن أن يكون للنشا الأسيتاتي دورا مهما في الحفاظ على تماسك القوالب وعدم تفككها بسرعة ثالثا نشا الفوسفات في هذا النوع تضاف مجموعة فوسفاتية إلى جزئيات النشا باستخدام مركبات مثل فوسفوريك أسيت أو مشتقاته في بيئة صناعية مضبوطة والنتيجة هي روابط أكثر ثباتا في سلاسل النشا ثبات حراري أفضل وقدرة أعلى على تحمل ظروف قاسية نسبيا من الحرارة والرطوبة هذا النوع يعطي تماسكا قويا وثابتا مع ثبات أعلى عند التخزين والنقل وقد يكون مناسبا جدا عندما يكون خط الإنتاج يعمل لساعات طويلة وتحتاج إلى أداء ثابت للنشا لا يتغير مع تغير درجات الحرارة وبيئة العمل والآن وبعد أن استعرضنا أنواع النشا المعدل يمكن أن نطرح سؤالا كيف يمكن خلط نوعين أو ثلاثة من النشا المعدل وما هي فائدته من الناحية النظرية نعم يمكن مزج أكثر من نوع من النشا المعدل في نفس الخلطة بشرط أن تكون جميعها من الأنواع الآمنة وأن لا يحدث بينهما تفاعل غير مرغوب وفكرة الخلط تقوم على مبدأ بسيط نوع يعطيك تماسكا عاليا ونوع آخر يعطيك مرونة ومقاومة للرطوبة وثالث ربما يسهل الذوبان والتحضير عندما تمزج بينهما بنسب مناسبة تحاول أن تجمع أفضل ما في كل نوع في منتج واحد مثال خلط نسبة من النشا المؤكسد مع نسبة من النشا الأستاتي قد يجمع ما بين سهولة التحضير والخلط مع مقاومة أفضل للرطوبة وخلط نسبة صغيرة من نشا الفوسفات مع نوع آخر قد يضيف ثباتا حراريا وتماسكا أقوى عند التخزين وفي الواقع الشركات الكبرى تقوم بما يشبه هذا النهج ولكن من خلال تجارب مخبرية وميدانية مكثفة حتى تصل إلى تركيب مستقرة يمكن تسويقها بثقة أما نحن كصغار منتجين فالأهم في هذه المرحلة هو أن نفهم الفكرة العلمية وأن نكون على وعي ليس كل نشا معدل يشبه الآخر ويمكن من حيث المبدأ أن نحقق توازنا أفضل في الأداء عن طريق المزج المدروس عندما تتاح الظروف لإجراء التجارب اللازمة مستقبلا كيف نختار النوع المناسب حسب هدفنا من إنتاج الفحم بعد أن عرفنا الأنواع الرئيسية وفكرة المزج يبقى سؤالا مهما كيف أختار نوع النشا معدل المناسب لخط الإنتاج الخاص به إذا كان هدفك الأساسي هو سهولة التحضير وتقليل استهلاك الطاقة وتعمل بخط إنتاج صغير أو متوسط ولا ترغب في تعقيد العملية فقد يكون النشا المؤكسد خيارا منطقيا لأنه سهل الذوبان والخلط ويعطي تماسكا جيدا دون حاجة لأنظمة تسخين معقدة وإذا كان هدفك إنتاج فحم يتحمل الرطوبة والتخزين لفترات أطول مثل الفحم الذي يصدر أو يخزن في بيئة رطبة هنا يمكن استخدام النشا الأستاتي أو نشا الفوسفات لأنها أكثر مقاومة للرطوبة وتحافظ على تماسك المنتج لفترة أطول وإذا كنت تبحث عن حلا وسط بين التكلفة والأداء يمكن نظريا الاعتماد على نشا التابيوكا مدعوم بنسبة بسيطة من النشا المعدل كمحسن بهذه الطريقة تقلل التكلفة مع تحسين العمليات مثل سرعة الخلط أو ثبات التماسك وفي جميع الحالات يجب التأكد دائما من أن النشا المستخدم يحمل إشارة ويجب تجنب الأنواع المصممة خصيصا لصناعات الورق أو الدهانات أو الأغراض الصناعية الثقيلة لأنها قد تحتوي على إضافات لا تتناسب مع منتجات تستخدم في المنازل أو بالقرب من الإنسان ويمكن أن نلخص ما ذكرناه سابقا في النقاط التالية النشا المعدل ليس نوعا واحدا بل عائلة واسعة من التركيبات الكيميائية لكل نوع خصائصه في التماسك والرطوبة والمرونة وسهولة التحضير يمكن من حيث المبدأ المزج بين أكثر من نوع للحصول على توازن أفضل في الأداء بشرط أن يكون ذلك في إطار علم آمن ومدروس الإختيار الصحيح للنشا بيعتمد على هدفك من المنتج والبيئة التي سيتعامل معها الفحم وطبيعة خط الإنتاج لديك وفي النهاية يبقى النشا مهما كان نوعه جزء من منظومة كاملة تضم جودة المادة الخام، درجة الكربنة، حجم الجسيمات، نسبة الرطوبة في الخلطة، مستوى الضغط في الكفس، وطريقة التجفيف والتخزين إذا كان لديكم أي سؤال أو تجربة أو ملاحظة حول أنواع النشا المعدل فاكتبوها في التعليقات فربما سؤالكم يكون موضوع حلقتنا القادمة ولا تنسوا دعم هذا المحتوى بالإعجاب والمشاركة والاشتراك في القناة حتى يستمر هذا العمل العلمي في خدمة المنتجين والمزارعين والمهتمين بالاستدامة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته